اشتركوا في القناة واحد الغاء الحجاب الاسلامي اتنين منع تعدد الزوجات تجريمه تلاتة اوقف التقويم الهجري اربعة امر باستخدام التقويم الميلادي خمسة جعل العطلة الاسبوعية في انحاء تركيا المسلمة يوم الاحد بدل الجمعة تركيا احنا مصر مش تركيا احنا بلد الازهر بلد العلم تونس الخضرة حرموا تعدد الزوجات جرموه فللرجل ان يخادن ويفجر بشرط رضا العسيقة ده في تونس انما لو افشو متلبس بجريمة الزواج على امراته يسجن ان لله وانا اليه راجعون ان لله وانا اليه راجعون لو ضبطوا رجل مع عشيقته برضاها يقولوا اسفين يا فندم احنا عندنا حري الجمراطي على زكت الاولى يتخذ من الضار للنار يقول للمسلمين في اوروبا وامريكا يقول لك يا تنت جماعة بتعبدوا الشهوة ايه ده تجوز اربعة ينكرون علينا تعدد الزوجات ولا ينكرون على انفسهم تعدد العشيقات قل ان تجد واحدا في اوروبا او امريكا يكتفي بامرأة واحد الواحد منهم يتزوج بواحدة ويزني بمئة كذلك المرأة الغربية ترى زوجها يصادق ويخاد ولا تستطيع ان تردعه فتغرق هي الاخرى في هذا العفن فتراقس من تشاء وتعاشر من تشاء وتمارس الجنس مع من تشاء وغالبا تفعل هذا بموافقة الزوج وبمباركته على طريقة اترك لي اترك لك سيب لي وسيب لك شيلني وسيلك واني لا اتساءل من منهم الشريف العفيف الذي يستطيع ان يرفع رأسه مفاخرا ويقول انا في حياتي لم ازني ده فرنسا نسا النهاردة او انبارح سمع خبر انهم وعدوا يد كل عريس لم يقع في الحرام مع خطيبته عشر تلاف يورو مكفأة انا لا انسى صورة رأيتها في الجرائد للاعب كرة شهير جدا من امريكا اللاتينية جابوه في الجورنال عندنا في فرحه وقدامه عائلين الواحد عنده يجي ثمان سنين تسع سنين ومكتوب ايه زواج لاعب الكرة العالمي فلان ومن العائلين قدامه دول دول ولاده خلفهم من خطبته قبل ما يتجوز خلفهم قبل الجواز من منهم يستطيع ان يرفع رأسه مفاخرا ويقول انا عمري ما عرفت الا زوجتي هل نسيتم قضية كيلينتون مونيكا رئيس امريكا كيلينتون مونيكا التي فضح بسببها هل نسيتم قضية كينيدي مع الشكراء مارلين منروه رئيس امريكا برضو وغيرهم كثيرون وهؤلاء اكابر القوم والناس على دين ملوكهم يا اخي من العجب العجاب ان جماعة المستشركون وجهلت واغبياء المسلمين يرون ان تعدد الزوجات عيب وكان مصيبة وفي اوروبا لا ينكر احد على تعدد الخدينات ويقول حرية شخصية اوروبا امريكا لا تطل علينا الا بوجوه البغاية والفاجرات هنا حضارة الاباحية حضارة المجلات الجنسية افلام البرنو الشذوذ في بريطانيا قانون يبيح للراجل يتزوج من راجل شذوذ جنس فاضح اغتصاب اسمع بس نشرت مجلة المجتمع ان في ايطاليا تمارس مهنة الدعارة مليون امرأة ايطالية هذه مهنة بترخيص سوى المحترفات سوى الهاويات مليون نشرت مجلة نوفيل اوبسير فيتر في عددها ستاشر اتناشر سنة الثمانين ان الدعارة في فرنسا توفر العمل لحوالي تلاتين الف فتاة تدر ارباحا طائلة تحصل الدولة الفرنسية منها على نصيب الاسد هب ان هناك زوجة عقيمة لا تلد وزوجها يشتهي ان يكون له ولد ماذا يصنع يطلقها لان القانون هيجرم تعدل الزوجات هيسأل يطلقها يلقي بها في الشارع وقد تكون صالحة وقد تكون يتيمة وقد يكون ليس لها مأوى الا عنده ماذا يصنع نحرب من نعمة الولد ماذا يفعل يأتي بولد من الملقى يربيه وقادر ان يكون له ولد من صلبه بربكم اليس افضل الحلول ان يتزوج عليها بشرط العدل هب ان هناك زوجة مريضة بمرض يمنعها من اداء الحقوق الزوجية ماذا يصنع زوجها يعاني الكبت والحرمان في زمن انتشرت فيه المثيرات التي تحرك الساكن وتظهر الباطن يعاني الكبت والحرمان او يقع في الفاحشة عياذا بالله او يتزوج عليها اخرى تحصنه وتعفه اي الحلول افضل بربكم اخبروني وهب ان زوجته تقدم بها السن وزهدت في العلاقة الزوجي في نساء كده ومعلوم ان خصوبة الرجل اكبر من خصوبة المرأة ورغبته اعظم ماذا نصنع في هذا الرجل نذبحه هو ربنا خلقه كده ثم معلوم ان المرأة تمنعها عوائق رغم ان فيها من اداء حقوق الزوجي كالحيض والنفاس امرأة فيه امرأة ترجمة نانسي قنقر